اشتركوا في القناة وهي هتحكي لنا النهاردة عن الرموز الأنثوية المقدسة في الحضارة المصرية القديمة متحمسين جداً وأنا كمان متحمسة الحضارة المصرية القديمة كانت مبنية على العقيدة على الإيمان بتاعهم والعقيدة دي كانت شيء ضخم ومركب وحتى في منها نسخ يعني قصة الخلق أو بيسموها الورد فيو نظرتهم للحياة دي في نسخة كما تعرف عليها وعبر العصور بقى في نسخة تانية كلها بتزود أبعاد فهم أكتر للحياة في عندهم زي ما بتسمى في أي حضارة قديمة بيسموه زي مجمع الأرباب أو البانثيون أو مجموعة الأليحة اللي هما مؤمنين بيها أنت ممكن تبص عليهم كأنهم مجموعة أليها وزي في المجموعة الإغرقية مثلا فيها زيوس وهيرا وزوس وهيرا والمجموعة دي وممكن تبص عليها هنتلاقي عندنا مجموعة تانية خالص تخصنا فيه ناس بيقولوا احنا مش مهتمين خالص دولة تماثيل ودي عبادة أصنام والكلام ده للأسف ده يعتبر تبصيط مخل تماما لفكرة الرموز دي لأنني لو بصناهم على أن كل واحد منهم رمز مهم له معاني مهمة وفي مفاهيم مهمة وراء الرمز ده هيشوفوا بطريقة مختلفة خالص وهي دي الطريقة اللي أنا بديت أبص بيها على الرموز دي من حوالي 20 سنة إيه المعاني اللي هي محتفظة بيها تقولها إيه الفرق بين الرمز والكلمة يعني مثلا لو فيه كلمة الرحمة دي كلمة سهلة وبسيطة لكن لما بص على حطحور يا دي كلمة وسهلة وبسيطة ولا دي رمز رمز جوان ما فهيم كتير وفيه دايناميكس بينه وبين الرموز التانية فممكن أفهم كمان المعنى ده أو الكونسبت ده في الحياة شكله إيه فهم مش حاجة مبسطة ومش معنى واحد في مصر القديمة ما كانوش حتى بيسموهم آلهة أو أرباب كانوا بيسموهم ناترو ناترو يعني زي قوة كونية أو قدرة إلهية فحتى هم بيعبروا عن قدرة إلهية ده الرمز بتاعها يعني أسهل واحدة مثلا حورس أسهل رمز حورس هو رمز الحماية ورمز الحماية للهية ورمز الحامي فلازم الملك بتاع مصري يبقى حورس بيحميه يعني رمز الحماية دي ما إحنا عندنا في الإسلام مثلا اسم الحافظ الله الحافظ فلازم الملك بتاع مصري يبقى حامي مصر فهو يتمثل بدور حورس الحامي فكده الموضوع بقى بسيط بقى مفهوم أكتر من يقول حورس ده سقر صغير شكله غريب وهو موجود في المعامل بيعمل إيه ما نعرفش أو ليه هم حطين جسم إنسان ورس سقر فالناس بتقول يعني دي أصنام بقى أو حاجات غريبة كده لكن في الحقيقة هو رمز والرمز محمل بمعاني أكتر من كلمة واحدة حطحور هبتدي بحطحور لأنها أسهل شوية من إزيس حطحور هي ربة الجمال في مصر القديمة بس مش بس الجمال يعني مقدرش أشي اللي اسمها هتحور وحط الجمال بس يا ربة الموسيقى أو رمز مقدس للموسيقى والجمال والعطور والزيوت والتمريد كل دول ما بعض بمعنى أن المعبد بتاعها اللف دندرة كل الكهنات اللي كانوا فيه كان عندهم تخصصات يعني هم بيدرسوا الحاجات دي ده كانوا جامعة مدرسة وكانت الكهنة الكبرى في المعبد ده كهنة حطحور الكبرى اسمي عبدو غريب جدا بس هي في الحقيقة ست شخصية عندها قدر يكفي من التطهر والتراقي الروحي أن ممكن تتجلى فيها استفاد دي كلها يعني ممكن تبقى رائعة في الموسيقى والإنشاد ورائعة في العطور ورائعة في الجمال ورائعة في التمريد يعني هي مجموعة أشياء عشان كده بقول الرمز مركب الرمز مش كلمة وحلاقي مثلا هتحور كرمز مركب أكبر بكتير من فينس يعني فينس ربة الجمال فقط ممكن تكون الجمال والخصوبة لكن احنا عندنا الرمز أكبر من كده وده رمز انثوي بمعنى أن الكاهنات هم اللي كانوا مسؤولين عن كل الحاجات دي وداخل فيها كمان الحب الحب الزوجي والعلاقة لزوجيا الحميمة كمان معنا فهم كانوا مجموعة كاهنات مسؤولين عن كل الموضوعات دي وأي بنت بتلاقي أن هي مهتمة قوي بالحاجات دي بتروح تدرس في المعبد والمعبد ده مكان مقدس لكل المصريين بيحافظوا عليه وبيحترموه بيحترموا المعني لجوا دي هتحور هتحور في الصور بتاعتها دايما بيبقى عندها يعني يعني لنا قلته ده في كلمة ونص لكن حكاية هتحور يعني ممكن كتب ومجلدات تتكتب عنه طب ايه أكتر قصة عن هتحور بتحبيها انت كل حاجة بحبه عنها يعني لابس العقد بتاعها دلوقتي اللي هو عقد المينيت ده عقد نسخة من العقد اللي كانوا بيبسوه كل الكهنات في المعبد وهو كمان عقد تقصي يعني هو بيتلبس وبيستعمل كألاه موسيقية في العباء في الموسيقى والإنشاة بتاعه بيتعمل من الأحجار وبيستخدم كده يعمل شخلالة معينة كل أدوات الموسيقى والموسيقى والعزفات كل هنجوا مع عبد حتحور هي بتعبر عن الجمال الأنثوي كله واللي هو متمثل في كل حاجات دي على الفكرة الرأس كمان طبقا هتحور يعني موسيقى الرأس مهمة قوي الرأس مهمة قوي والغنى والفرح والحب يعني حتى فيه مثلا المصري بيقول لبهلكو دندرة دندرة يعني مزيكة بالزرعة دندرة ده المكان اللي فيه المعبد أيوها موسيقى رأس غنى عطور جمال ملابس جميلة كل جمال الأنثة هي حتحور بتمثله وكمان هي الحبيبة والزوجة وهي النتر اللي قدامها أو الرفيق ليها دايما هنلاقي أن الرموز الأنثوية المقدسة قدامها رمز رجالي مقدس عشان نفهم الدايناميك فهي حبيبة حورس وهي اسمها من اسمه هو اسمه حور وهي اسمها حتحور يعني بيت حورس هي بيت حورس هي بيت حورس بتاعته احنا هنفجأ أن دايما الستات أو الرموز الأنثوية في الحضرات القديمة هي رموز دايناميك في العطاء والحماية ولما بتتواجد مع رمز رجالي بتبقى هي في حركة وهو في سكون يعني هي اللي بتحوطه زي ما الأمة بتحوط ابنها يعني هنلاقي الرموز الأنثوية متطورة جدا وفيها عطاء دايما يعني يعني زي حتى في الثقافة المصرية القديمة يقوله الرجل سيبت زي الجبل ومراته وبتلطفه يعني بتتقرب منه وتتكلمه فيه جزء الحب فيه عطاء كده لأن الثقافة المصرية كانت ثقافة فيها توازن يا إما أممية أكتر احنا ممكن حتى نقول إنها كانت مش ذكرية خالص هي إما متوازنة إما أممية أكتر ده كان العصور القديمة بس حاليا في العصور الحديثة في آخر ألف سنة مثلا الآن ألبت أو إحنا بدينا نخسر التوازن ده والديناميك ده يعني المصرين والقدماء كانوا عارفين مقام الست كويس قوي عارفين قيمتها كويس قوي ودورها ودور الأنوثة بشكل عام ما كانش فيه حكاية الأنوثة دي حاجة وحشة أو نخبيها أو ندريها أو أقل أو منكسف منها كانش فيها كده خالص العكس يعني مثلا لو إحنا بقى رحنا لإزيس إزيس دي يعني ستة ستات اسمها إيزا أو إسست السين اللي في الآخر دي ده النطق اليوناني للأساميهم مش النطق المصري يعني يعني مصر مثلا إزاي في يعني مثلا حور بقى حورس أوزير بقى أزريس إيزا بقت إيزيس ليه بيحطوا اس في الآخر كده النطق اليوناني هو مريح لهم كده أكتر أوكي زي أوداسيوس هم الأس بيحطوها في الأسامي في الآخر أوكي يعني برضو مش مفروض نلتصق قوي بالنطق اليوناني يعني النطق المصري أهم يعني إزيس أصلا اسمها إيزا إيزا والست إيزت اللي هي الست وحطحور اسمها إيه حطحور حطحور صح اسمها اليوناني هاتور آه صح اسمها اليوناني هاتور مش هاتور حتى أنا اسمعت هاتور قبل ما اسمعها حطحور يعني للأسف بدأت واحدة واحدة عرف الاسم المصري أكيد أنا سمعت إزيز قبل ما أسمع إيزة أو الست وطبعا للأسف لما بنقول إزيز 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 عمرنا ما بنسمع الست فمش عارفين في كلم الست ومكلسوم دي جات منين يعني أم كلسوم خدت لقب الست ومكلسوم أي ست مصرية كنت أقولها الست فلانة ده دي كلمة تحطه إزيز اسم إزيز قبلها تخيلي قد إيه حضرة في حياتنا الست أم إبراهيم الست ويقولك المصري دي ست حلوة قوي يقولك الست جاية نضف الست جاية نضف الست أم كلسوم بالذات الست أم كلسوم لما كانوا بيقولوا الست من غير اسم فهي معناها ست الستات كبيرة قوي أكبر واحدة في البلد فالمعاني دي لسه موجودة في حياتنا لغاية دلوقتي بس بيحصل اختراب بيننا وبينها بالذات لو في تعليم أجنبي أكتر أو لاتطلع المصاد الأجنبية أكتر لإننا بنبعد أكتر عن رموز الأنسوية فأنا كنت بشوف أن الرموز دي ملهمة ليا جدا وكل سنة بعمل ريسورش أكتر وبتطلع عليهم أكتر وأتعرف عليهم أكتر يعني خدت وقت على ما قدرت أبص من الصورة أعرف دي مين في الصورة فمثلا حتحور دايما بتبقى عندها ودان بقرة وعندها قرنين البقر وهم بالنسبة للمصرين قدما كانوا شايفين الجموسة أو البقرة دي حاجة عظيمة جدا في حياتهم كتلة عطاء لبن وزبدة وجبنة والعطاء الخصوبة والعطاء والجمال كمان وكانت البقرة أو الجموسة وهي ماشية بتمشي بتريقة رتمية بتعمل خبطة على الأرض فبدأوا يستمتعوا بالخبطة دي يحطوا لها جرس بيسمعوا جرس فهم لما بيحبوا الموسيقى الموسيقى ارتبطت بالبقرة وارتبطت بالمعبد ده فدي مثلا حتحور المعبد بتاعها والفلك كمان الفلك كانوا علاقة بالكاهنات دول ونفسي المصرين كانوا يعرفوا قيمة أي معبد من المعبد دولت دي كانت زي جماعة للعلوم والدراسة والمصرين بيروحوا هناك يزوروها عشان دي حاجة قيمة عايزين نحافظ عليها والحاجة قيمة نحافظ عليها أنت عارفة لو في حاجة جميلة أو أنت عايز تاخديها بس لو حاجة جميلة قوي 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 عايزة تشترك فيها مش تاخديها ما تقدر يشتخديها من كترة عظامتها يعني أنا مش حقدر أخد هتحور عندي البيت أخد الكهنة عندي البيت لا ده أنا هروح أود أكله شربه وورد عشان كإني مشترك معه أنا بدعم الفكرة ودي برضو فكرة القربين للأسف الأفكار اللي محطوطة علينا مش حقيقية خالص يعني ما كانوش بيروحوا يتبحوا قربين لتمثيل ده عمره ما كان تاريخنا بيتكلم عن الكلام ده خالص بيروحوا يقدموا المعبد ده مكان للقيمة للحفاظ على قيمة عظيمة ومقدسة المصريين بيزروا عشان يأكدوا احترامهم للقيمة دي وبيشاركوا بأكل وشرب وحاجات كأنهم ما بيشتركوا في المكان يعني بيشاركوا في بقاء المكان عشان بيتطرروا يسيبوا ويخرجوا ويشتغلوا يعني الناس دي ما نفعش تخرج تشتغل عشان تعمل فلوس اهي الفلوس انتو بس قاعدوا علموا الناس العلوم دي علموا الناس الموسيقى والرأس والتمريد والعطور والزيوت ده في دندرة ده في دندرة دايب ومعبد ايزيز بقى ايه وفين؟ معبد ايزيز موجود في اسوان اسوان دي كلها الملعب بتاع ايزيز الطاقة بتاعت ايزيز قوية جدا مين هي بقى ايزيز؟ ايزيز دي رمز للام الشرعية والام اللي هي تربي الرجال وتربي الملوك يعني زي ام الملك كده هي رمز الشرعية فكرة الشرع الصح الابن الشرعي والتوليد مسؤولة عن التوليد وعن الطب والطب والسحر في زمان كانوا حاجة واحدة تقريبا ممكن تلاقيها لك ربط ربط الطب والسحر والتوليد مش كل الطب يعني مثلا الطب مقسوم بين حتحوره مقسوم بين ايزيز ايزيز مسؤولة عن التوليد وكمان الكهنات بتوعها بقصد الكهنات هي رمز الشيء والشيء ده في ناس كتيرة قوي بتمرسوا فالكهنات بتوعها هم اللي بيمرسوا مسؤولة عن الطب وعن السحر وهي الام الام اللي بتراي ولادها والام اللي قادرة على انجاب ملوك ومحاربين فمثلا ايه؟ مين دي اللي بقولها انت دا انت عندك طاعة ايزيز الام اللي ولادها عوزماء الام اللي ابنها ملك الام اللي ابنها رئيس الام اللي ابنها مجاهد بيحارب عشان بلده ده الولاد ايزيز الى معنagaش طاعة ايزيز ما تتعرفش تطلع الراجل ده أبدا تطلع راجل طفل يعني هي المهمة بتاعة ايزيز او المعنى المفهومة المقدس وطبعا دي غير حتحور خالص حتحور دي منوتة جميلة جميلة سوالنا بتاعت حبيب التحور الحبيبة الجميلة المهتمة بالفنون والرأس والموسيقى المهتمة برعاية المرضى المهتمة بالزيوت والعطور دي حتحور لا زيتة خالصة وده جزء من حياة المرأة جزء من حياة المرأة بتبقى حتحور بتبقى تحب بتبقى كده جزء منها تايلة لما يبقى عندها ولاد رجالة احنا عايزين تقول جزيز بقى في اللحظة دي عايزين الزيت ربي ملك راجل محارب رئيس حد قوي ويكون شرعي مش مقتصب للملك لان برضو في قصة دي سوديش لما نحكيها ان شاء الله في مرة تانية هنشوف دورها بقى احنا اتكلمنا عن صفاتها دلوقتي بس هي ليها دور محدد في فهم سنن الحياة دينامج بتاعت الحياة فمثلا فتلاقيه في أسوان الستات أقوية جدا جدا فيهم الطاقة القوة دي بس انا عايز اقول انه مش كل ده مش معنين ستات ملايكة الطاقة دي القوة دي بتاعت المرأة ممكن تتجسد في شكل زبزباته عالية او في شكل ايه ورايب من ربنا جدا وفي شكل تاني زبزبة دونيا يعني زبا العليا بتبقى مربوطة بالحب مربوطة بربنا مبروطة بالشكر بالامتنين بالروحانية العالية فتلاقي ان دي الأم اللي فعلا ولادها رجالة بيرفعوا الراس واقوية وحقنين بيعندهم ملاقة عظيمة بربنا الأم التانية بقى اللي زبزبة الوطي اللي هي بعيدة عن الحب اللي هي زبزبة خوف في الحقيقة يعني لو فيه أم قوية بس هي بتخاف وما عندهاش علاقات قوية بربنا ولادها بيطلعوا ضعاف جدا بيطلعوا ماشيين في دلها بيسمعوا كلامها ما عندهمش شخصية فالأم القوية دي مش في المطلق حلوة هي حلوة لو هي موصولة لو هي بتتحرك من مكان حب بالزبط من مكان حب مش من مكان سيطرة وإيجو صح بالزبط مش مكان اللي هو لو إحنا قلنا إن الحب والوصل الإلهي والشكر والزبزبة العالية تطلع أم إزيز في صورة التجليل العالي بتاعها اللي هي الأم اللي قادرة تعمل رجالة زي ما بنشوف مثلا في فلسطين الأمهات دول إيه؟ دول مرعبين يعني لكن مثلا التانية الأم التانية اللي بنشوفها بتبقى فيه خوف وبتبقى عندها إحساس بعدم الأمان والإيجو وفيه ودايما بتبقى قريبة من فكرة صراع البقاء يا قاتل يا مقتول ما فيش رفاهية إنها تطلع ابنها عنده عزة نفسه وكرامة واحترام لذاته وعنده شخصية فالهي ممكن نقول الرمز الأنسوي ده بيورينا إنه الرمز هو بقى بيمجد إزيس المقدسة إزيس العالية مش بيمجد أكيد الأم اللي بتطلع والدها عيال آآ آآ بالضبط فيه رمز تاني مهم اللي هو رمز السخمت سخمت دي اللي بتبقى في صورة وش زي وش الأسد وجسم دي دي نار دي ربة الحرب في مصر القديمة أوكي وغريب قوي يعني هي النار فنقول إزاي مصر كانت شوفي قد يمديين القوة دي لو حتى قوة مؤنسة هي النار المقدسة بمعنى النار اللي بتفني ما يجب إفنقه مش إفنق أي شيء يعني مثلا في حاجة بازت بنحرقها عشان تبقى طهرة آآ فهي طاقة الغضب بس مش أي غضب غضب مقدس مش الغضب الإيجو مثلا فدي سخمات فإحنا كده قلنا تلتة من الكبار أكبر وهم الرباط دولة أو الرموز دي كلها على هيراركي يعني مفيش منهم واحدة في تراتوبية مفيش منهم مش كلهم على نفس المستوى فيهم حاجة سوبريم أعلى وفي مستوى تاني ومستوى تاني أعلى حاجة خالص إزيس أعلى واحدة تعتبر إزيس وفي لفل وبعدين وبعدين هتحور وسخمات وبعدين نفتيس وبعدين ممكن تيجي سشات وفي سلكات وفي كتير بقتين وكنت بتقولي كان في لفل أعلى كمان من إزيس في لفل أعلى من إزيس اللي هي اللي هي الرموز المرتبطة بالقوى الكونية يعني زي رمز السماء نوت دي السماء شخصيا فهي ده رمز كوني زي جب اللي هو رمز الأرض ده رمز مقدس للأرض وده رمز مذكر اسمه جب واللي جاي منه اسم مصر على فكرة جب ده رب الأرض ففي لفل أعلى اللي هو لفل القوى الكونية وفي لفل اللي يعتبروا أشخاص ليهم كاركتر ليهم شخصية وفي بقى لوكل أو للحماية يعني أبسط يعني رمز مش مركب قوي زي إزيس فهتلاقي رمز السماء اللي هو نوت بيتكلم على كل فهم المصريين يعني السماء السماء بتاعت بالليل على فكرة مش سماء الصبح السماء بتاعت بالليل دي مؤنثة يعني نعرف عنها إيه يعني بيقولوا عنها إيه بيعتبروها إن هي مثلا هي حامية للأرض أو هي فوق أو قبة زي القبة كده فوق الأرض هي جسمها كله نجوم إن هي في رحمها بيتولد النهار من رحمها يعني الشمس بتتولد منها كل يوم بس دي مش مدين لها شكل بقى مدين لها شكل طبعا مدين لها شكل أي كمان بيبع شكلها وعمل إزاي بقى سورة واحدة ست عاملة كده يعني مغطية قبة عاملة اسمها زي القبة وتحتها جاب اللي هو رمز الأرض وهي فوقي وإن الكون بيتولد من حبهم لبعض يعني السماء بتحب الأرض فالكون المخلوقات بدأت تتولد بعد كده فدي مفاهيم جميلة جدا عن رؤية المصرين للعالم زمان وما كان رأيهم مثلا إن النجوم دي هي الملائكة والأولياء اللي هما بيرشدونا وبي مش عاملين لكن النجوم ممكن يستهدي يعرف بالنجوم طريقه فكانوا شايفين النجوم دي لما حد عظيم يموت على الأرض يتلاي في سماء يبقى نجمة دول كانوا النجوم بتاعهم زمان بالزبط بالزبط مش مش دقيقة مثلا إن النجوم دلوقتي بوب ستارز لأن النجوم كانوا الناس العظماء الأولياء يعني فكرة النجم ده إنه هو بينور في الضلمة وبيوريني الطريق فالناس الأولياء والناس المهمة هي اللي كان بتبقى نجوم بساعدة فنوت هي السماء بتاعت بالليل وممكن في حكايات كتيرة يعني عنها بس أنا عايزة أرجع تاني لإزيس إحنا كده اتكلمنا على إزيس على إنها رمز كبير ومهم قوي في الحضارة المصر القديمة وليها دور كبير قوي في قصة الخلق ونظرة الكون حسب مصر القديمة فدي لازم هنفهمها بس نفهمها من خلال دايناميك مع أزوريس لما نحكي القصة كلها دي هنحكيها فيهم تاني أنا بس بتكلم معنا هي كرمز ضخ كبير مش صغير بعد كده عندنا حطحور بعد كده لازم أجيب بقى سيرة المعت اللي هي دايما بتبقى سورة ست وفق رص هريشة دي مهم قوي قوي برضو دي تعتبر من القوة الكونية مش يعني تعتبر كمان تحت النوت على طول تحت السماء على طول في التراتوبية إذا قلنا نوت هي هي ربة السماء بالليل عندنا تيجي المعت المعت لو أنا شيلت كلمة معت هحط مدرحها هحط الانسجام الكوني والصراط المستقيم كل الناس كل حاجة مكتوبة تحت مفهوم المعت إزاي مهم الانسجام في الكون بين كل القوات اللي تبدو متنفرة أو الاسطنائيات أو الأشياء المتضربة زي تنسجم في الكون هي مبدأ الانسجام ده يعني هي رمز القوانين الكونية اللي بتزبط بتزبط المعادلة يعني بزبط المعادلة بزبط دي شو في قدقية يعني رمز ضخم قدقية إزاي الكون بيبقى فيه هارموني ربنا حطوه هارمونية معينة انسجام معين بين كل الأشياء اللي تبدو متضربة ودي لعلى راسها ريشة دي لعلى راسها ريشة وهي كمان بتعبر عن القانون الإلهي وبتعبر عن الاستقامة مهمة أي فكرة الاستقامة يعني استقامة الاستقامة يعني إزاي الإنسان يسلك فوسط الحاجات المتضربة دي لما يمشي على الطريق المستقيم يعني امشي ايد الاستقامة وعمل السماء هدئ وهي بقى قوانين الانسجام على الأرض والاستقامة وهو برضو الكلمة قوة الكلمة والعلوم ما هو الوحي الإلهي دا كله علوم يعني الإنسان أقلم أنه يخترح حاجة من نفسه يعني هو ربنا بيبحيره بالأشياء يعني هو الإنسان ما بيخلقش شيء هو ربنا بيلهمه شيء يعمله على الأرض الرموز الكونية ملهاش معابد الرموز اللي تعتبرت ليها شخصية ليها معابد يعني مثلا محدش عارف فين معبد المعت المعت دا مفهوم ملهاش معبد مهين ما تتخليش مثلا ممكن يكون ليه معابد بس لسه ما اكتشفوش أو حاجة يعني مثلا بس يليها شكل ليها شكل واضح الريشة دي مهمة جدا في المحكمة بتاعت يوم القيامة اللي فيها أزوريس موجود اللي هو مسؤول عن اليوم النهائي للعدالة اللي هو يوم القيامة ويوم الدين الريشة اللي فرصها دي بتتحطه قدام قلب الإنسان وهو بيقسم إنه التزم بكل قانين المعت وكان ماشي عصرات المستقيم والريشة بتاعتها اللي هي بالذات ريشة نعامة لها شكل كده معين بتتحطه قدام قلبه عشان شوف قده إيه هو صادق لما عمل الأفعال دي الأفعال دي كانت بصدق وبنية ولا كانت أفعالها عشان خاطر الناس تقول عليه كويس فقلبه بيتحاكم في اليوم ده وإحنا عندنا في الإسلام نفس الكلام في القرآن من قاتي الله بقلب سليم يوم القيامة القلب لازم يكون متفق مع الفعل يعني أنا عملت خير وكان في قلبي فيه خير مش عكس بعض مش أنا بأعمل خير وقلبي جو بقى كراهية فالحكم بيبقى على الفعل وعلى القلب على الفعل وعلى النية وفيه عندنا باستات اللي هي القطة دي برضو رمز مؤنس مش مذكر وهي السلف كير هي رمز بقى أبسط ماشي جدي بقولك هم على الترطبية فيه حاجات مركبة قوي وفيه حاجات كونية وفيه حاجات أبسط يعني باستات اللي هي القطة دي دي رمز برضو مؤنس بس هو بيعني فقط سلف كير لعناية بالذات بس كذا لو شلت لو خدتي القطة الفرعونية الجميلة دي القطة باستات دي وحطتيها قدامك هي لو شلتيها معناها اللعناية بالذات ورعاية الزات أنا لكي عندي خياتمة عليه باستات كلها بالسلوء أفتكر أخد بالي من نفسي عشان القطة طول وقت عادة بتنفسها بساعة وكمان للإنتوشن للحس الحس السادس وللبيت للأمان للقطة دايما بترتبط بمكان بالبيت لأنوسة جوه البيت عكس مساء فهي ليه صفاتها استلهموها في باستات وليه علاقة برضو بالموسيقى غير باستات فيه هما ليه كانوا القطة كانت مقدسة قوي كده في الحضارة المصرية القديمة كل الحيوانات كانوا معروفة في كل العالم أنها لها عندها صفات بيور أكتر من الإنسان يعني الحيوان عنده صفة بيور بمعنى الوفاء عند الكلب الجمال عند البجعة الشراسة عند النمر الرياليتي الملكية عند الأسد تبقوا القطة القطة هي النعومة زي ما قلت كده النعومة ورعاية السلف كار العناية بالذات الزاتية هي أنانية أو القطة العناية بالذات والبيت السكينة في البيت والأمان والحسسات هي مسؤولة هي بتعبر عن هذا فيوم ما يعملوا معبد ويسموه باستات يبقى هو كل اللي بيروحوا المكان ده مهتمين بالموضوعات دي دي المفاهيم اللي المكان ده بيحافظ عليها أنت عارفة فكرة لما حاجة تبقى مهمة قويفة عاملها تمثال وعملها مكان عشان نحافظ عليها forever وعملوا من الحجر على فكرة معبد بس هي اللي معمولة من الحجر يعني بيوتهم كانت مطين عادي واندثرت هم بيحافظوا على المعبد اللي بيعبرنا عن رمز مقدس معين ده اللي يعملوله مكان وله نقطة سبتة على الخريطة مش متغيرة يعني معبد باستات هو معبد واحد في حتة اسمها تل باستة حتى تل باستة جاي من باستات في الشرقية اللي باستات ملاحش أماكن تانية أزير الوحيد اللي له أماكن كتير لأنه أزير برضو مركب جدا قصوزوريس ده له كذا مكان في مصر بس في مكان أصلي وأماكن تانية لكن الباقين دندرة بس الحتحور ادفو بس الحورس أسوان إزيس كل واحد اللي له مكان خاص بي مخصوص عشانه أمون سيوى أمون رعا في سيوى أمون ده سوبريم بمعنى سوبريم يعني هحاول أبسطها شوي حشان موضوع التعطبية ده بيلغبة الناس إحنا عندنا في الإسلام الله وعندنا الأسماء الحسنة أسماء والصفات يعني الله الحافظ الله الرحيم الله الجبار الله القوي يعني كل دي صفات لالله في مصر القديمة كانوا الصفات دي كلها لها صور لها تمثيل ما كانش حرام ما كانش حرام أنك تحطي تمثيل يعبر وكمان الرمز مركب أكتر من الكلمة يعني أكيد إحنا عايزين نتكلم على حتحور أنها رحيمة بس حتحور مش عندهاش رحمة بس عنده حكة كتيرة مش أنت لما بتعتني بمريد لازم يكون عندك رحمة بضعفه أو بتولدي واحدة فالرمز المصري القديم بيعبر عن إيمانهم وعاقدتهم بشكل مركب قوي فممكن تعيضي تقري يعمل ثراء ليكي أنت وانت بتفكري في المفهوم ده يعني مش مفهوم الجمال لوحده لا الجمال والموسيقى والخصوبة والعطور والزيوت والرعاية عارف حكاية رعاية المريض أو رعاية الطفل الرعاية ده دور الأنثوي بنتعلمه موجود جوه المعبت في مفهوم مركب جدا معهم بس هات دي طلعت بسيطة قوي فيه فيه كمان ساشات دي جميلة جدا ودي وإحنا بصراحة يعني أنا طلعت على رموز دينية قديمة في حضرات كتيرة مفيش حاجة كتربع الرموز دي المفاهيم دي ما كانتش فيه حاجة بالقوة دي أبدا احنا عندنا واحدة اسمها ساشات دي الرمز بتاع دي زوجة ابنة تحوتي ولا زوجته نحن دخلهم في بعض دلوقتي هي اللي بتمسك ساشات هي اللي بتبان مسكة ألم وبتكتب على البردي أوكي هي خاصة بالكتابة والمكتبات والوثائق ومجموعة أفكار تانية برضو فدي ربا وبتلبس جلد النمر زي جلد الكهن فدي رمز للعلوم والإبداع وهو رمز مؤنس فدي ساشات وفي واحدة اسمها سلكات دي جسم ست وعلى دماغها عقرب دي ربة حماية يعني بتحمي الموتى في الرحلة بتاعتهم للبعث للميلاد من أولوجديد فدولة الأشهر يعتبر بس فيه تاني الأشهر طب تفتكري تفتكري ليه الرموز دي مش يعني مش حضرة أو بتلعب دور كبير معنا في المجتمع لليم دي عشان للأسف مصر تعرضت لأنواع طبقات من الاحتلال وفوق بعضها يعني بدنا من اليونان وبعدين الرومان احتلال كامل يعني إن احنا بنفقد قوتنا وبنفقد التلامس مع الحضارة بتاعتنا وبيجي لنا حد يفرد نفسه علينا يفرد نفسه علينا عسكريا واقتصاديا وفكريا يعني مصر مشهورة بحاجة إنها بتبلع اللي بيستعمرها يعني بيستعمرها ده هو بيطبع بطبع أهلها ما بيقدرش يفرد عليها حاجة لكن بيتوه الفكر بتاعهم بيغطي عليه يعني مثلا الرومان لما احتلوا اليونان لما احتلونا احنا بلعناهم تماما وبدليل كيلو باترة يونانية فبقت مصرية جدا تلبس زينا وبتكلم زينا وبتعيز زينا تمام لما جي الرومان أثروا على المصريين والثقافة بتاعتنا بدأت تتراجع يعني ثقافة المصرية بدأت تتراجع من حوالي تلات تلاف سنة تتراجع تدريجيا بيجي لها بقى طبقات من التغطية عليها بعد كده جوم العرب للمسلمين شوية بس دول ما كانوا شكمية ضخمة قوي يعني جاء جوم حطوا ثقافة المصرية حطوا قطوا على الثقافة المصرية بالثقافة باللغة العربية والثقافة العربية كان قبلها منتكلم ابتي والابتي كان قريب المصري القديم فأنتي كنت رسا متواصلة مع ثقافتك فجاءت اللغة العربية والثقافة الإسلامية حصل تزاوج بين الثقافات فبقى عندنا النسخة الخاصة بيننا بالإسلام اللي هي مرتبطة جدا بأخلاق المصريين وتفكيرهم يعني هما بتجاوزوا بعد مصر بتعمل كده بعد كده واللغة المصرية العامية هي نص عربي ونص مصري قديم يعني دي تخصنا جدا حتى فهمنا للإسلام هو نتيجته الأزهر الأزهر ده نسخة المصرية تماما اللي بعلوم اللي موجودة في الأزهر بتعبر عن مصريين أكتر ما بتعبر عن أي حاجة تانية يعني أروا القرآن وفهموا إيه كمصريين تراثهم كله تخط في فهمهم وكل العالم بيقول إن ده فهم متطور جدا أو فهم راقي قوي للدين مش لقيها في دول تانية مثلا فبيجوا يتعلموا عن دينة عشان إحنا تاريخنا في الدين ده 10.000 سنة وممكن أكتر يعني تاريخ قديم جدا حضارة قديمة قوي 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 فبيقى في تراكم حضاري أو ثقل حضاري جي بعد كده العثمانيين دخلوا علينا بعد كده جهوا من الإنجليز بعد كده الأمريكان في قرن العشرين إحنا تعرضنا لكم غزو يعني كل حد داخل عمالي يحط ثقافته علينا فالمصريين يروحوا منتبهين للجديد اللي جاي وانتبههم يقل على القديم بتاعهم ليه اللي ولاد في المدرسة سمعت اسم فينس في المدرسة فينس ربط الجمال عارفين شكلها لو شفت صورة الفينس هعرفها أو أفرودايتي بس كلمة حتحور سمعتها وانا عندي 30 سنة سمعتها وانا كبيرة قوي وسمعتها من ناس مهتمين باستقافة المصري القديمة وبعدين الإنترنت فتحت بقى الباب على مصرعي فبدت أعمل سيرتش أول ما عملت سيرتش لقيت نسخ عن حتحور وإزيس نسخ مشوهة كلام من ستريم المصريين اللي فرعنا بيعبدوا الأصنام إحنا مسلمين ما نعبدش الأصنام ده كلام ممكن ينفر أي حد من حضرته يخليه يكرهها ويقول إيه ده إيه بتوع الأصنام دول حيعلموني إيه لأ ده تاريخ وحضارة وثقافة وفكر ومفاهيم بكتعلمينها كتير قوي عن نفسي يعني أنا ما عنديش مصادر تعرفني عن القنوسة بقوة المصادر المصرية القديمة إيه أكتر مثلا مصدر بتحبيه مثلا أو بترجعيله دايما يعني كلهم يعني أنا قريبة منهم كلهم قريبة من وخدت وقت كتير على معرفة تقرب منه على معرفة تتعرف على شكلهم في التماثيل وأعرف قيمة الرمز ده يعني عندنا مثلا صورة هنا إزيس إزيس دي مش أي إزيس دي إزيس أنا عرفت منين عشان العرش فوق دماغها عرش ومصر فوق رس إزيس وهي مجنحة أي واحد من الرمز دي لما تبقى مجنحة معناها أنه في حالة ارتقاء وفي حالة انتصار يعني لما يبقى مجنح ويعمل إيده كده يعني هو في حالة انتصاره وبيدي العطاء بتاعه اللي حواليه كلهم بينما في صور تانية هتلاقيه قاعد على العرش وبتبرك الملك أنا خدت وقت كتير قوي على ما قدرت أقرأ الرمز دي وأفهم معنيها واستفيد منها وأعرف القيمة يعني لما تعرفي أن الأنوسة تقدق في بلدك مقدرة ومبجلة وجميلة وأن الرمز دي دايما الرمز اللي قاعدت اليوم حطين قرس الشمس في قرصهم قرس الشمس ده رمز رع لأمون رع مين أمون رع اللي هو الله لو شيلتي كلمة أمون لو شيلتي كلمة رع هتلتي كلمة الله يبقى كده فهمنا مش هتلاقي ولا ملك حاطت القرس ده فوق رأسه دايما الرمز الهية هي اللي حطاه يعني حتحورت حطه حورس يحطه معناه أن هم يعني متصلين بربنا جدا القدرة دي قدرة مرتبطة بربنا أوكي أو هو ده رمز هتلاقي الملوك ما يعملوش كده يعني فلازم وتلاقيهم دايما الرمز الهية الرمز المقدسة ليها وقفات معينة ولها حركات ايد معينة دايما هي مسكة مفتاح الحياة في إيدها إن هي بتدي الحياة الإنسان الحياة الحياة اللي ربنا عايزه اللي جاية من عند ربنا وصل يعني ما تلاقيش أبدا مالك مسك مفتاح الحياة في إيده كده أبدا لازم يكون المسكه هيبقى رمز إله رمز قدرة إله هي معينة وهتلاقي دايما الملوك بيدوهم أفرنج بيعملوا أدهم كده بيدوهم حاجات بيدوهم ورد فعرفك أن أي ملك يجي يعمل معبد أو يرم معبد إزيس مثلا ويرسم صوره وهو ويدي هذا الإزيس يعني هو بيقدر المعبود أو بيقدر الرمز ده المصريين كلهم بيحبوه فيعمل لهم يبين أنه بيحب اللي أنتو بتحبوه عشان يتقرب من المصريين فتلاقي دايما الرموز اللي اللي هي وقفة بتحمي إيديها متحوطة الملك أو إيديها جنب الملك حضنوه كده وديم برضو منظر جميل قوي عامل إيديها كده يعني بتبركه هو عامل إيده كده يعني عايز الملك أو الملكة عايز ياخد إله مسك إيده يعني تلاقي الرمز ده فكل دي مفاهيم أنا لقيتها جميلة جداً ومش موجودة في حد تانية في العالم عندنا إحنا بس بالجمال ده مثلاً عمر ما الملوك المصريين أو الرموز الإلهية دي بتظهر وهي بتمارس مسكة سلاح في إيدها بينما نتلاقي في الحضرات تانية الرمز الإلهي ماسك سلاح عنيف كده مافيش كده خالص مسكين مفتاح الحياة ومسكين حاجة تدول على الإرشاد أو الرعاية حنينين جداً طيب إزاي يعني غياب غياب الرموز دي أثر على مجتمعنا لا هو أثر بشكل سلبي جداً جداً إن إحنا مش قادرين نتواصل مع حضرتنا خالص وقاعدين نتواصل مع يعني إحنا عندنا كل حاجة عندنا كل الأفكار يعني في حد بيقول مصر جاءت أولاً وبعدين جاءت تاريخ بعدها ده كلام من العالم كله إن مفيش حاجة تعملت في أي حتة في العالم قبل ما تعمل في مصر تعملت هنا الأول وبشكل متفوق يعني مثلاً ممكن خمس حضرات قديمة عملوا ورق وعملوا كتابة بس إحنا عملها بشكل خاص بينا في معابد في كل العالم بس إحنا عندنا الهرم في تميز معين ده تميز موضوعي بقى ده مش عشان بلدي وبحبها ده موضوعياً القيمة الجودة بتاعة الفكر اللي موجود في مصر مش شبه حاجة تانية فلما المصرين يبقوا بعاد عن الإحساس بالقيمة ده للأسف بيتحاولوا الحاجة اسمها التسول الثقافي يبقوا متسولين يعني قاعدين ياخدوا من هنا وياخدوا من هنا ويلزقوا يا جماعة طبعاً أنتوا عندكم الأصل يعني أنتوا عندكم الفنون وعندكم المعارف وعندكم المفاهيم العظيمة ليه بتحاولوا تاخدوها من حتة تانية وهي أقل كمان يعني مثلاً مسألة بسيطة على كده التيار بتاع الأردكو 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 في أوروبا كله مستوحي من الحضران المصرية القديمة هم قالوا كده الرسومات بتاعتهم اللي هما مشهورين بيها اللي انتي لو بستتي كده وعملت ستطلع أردكو اللي هو قلب أوروبا أمريكا قبل الحرب العالمية التانية كله هما قلين كله ماتخد من الروم الصور دي فلما هما ياخدوا من الصور دي اللي حوالينا دي وإحنا نروح ننقل الحضرارة بتاعتنا وبالمصادر دي والرموز دي بصي أنا عندي نظرية بس دي خصة بيه جدا أنا عندي من الموضوع دا أنه التراجع اللي في مصر من كتر من كتر قوتها وصرقها مش من كتر ضعفها أنت يعرف لوحد يكون مرتاح قوي وغني قوي وحياته وعنده حياة كده ثابتة ومستقرة بقالها عشر تلاف سنة ولا أكتر بيبقى يعني بينبهر شوية بالجديد حاجة جديدة مش غير اللي عندي فهي ممكن تبقى حلوة إحنا عكس الدول العالم إحنا ما عندنا زرة خوف من الأجانب ما عندي زرة زينوفوبيا أنا على طول فقط حقيدي للأجانب كده وأي حد ييجي برحب بي لا ده عبر التاريخ مش في اللحظة دي يعني أعرف أحد وثق قوي في نفسه مرتاح قوي فأي حد بيجي له تفضل أي حد يقوله أنا عايز أخد قوله خد يا إحنا أصلا احتلال إنجلترالين كان يدحك اللي هم ما بزلوش هي مجهود حصلوا إزاي لو الأبوا بتتفتح لهم عادي يعني الملوك المصريين ساعتها لطول خديوي ودول بيفتحوا الباب أنت جاي عندك حاجات أنا عايز أشتريها أنا عندي فلوس خد أنا عندي أكل خد أنا عايز أخد منك عجبني اللي أنت بتعمله ده فهما ييجوا الأوروبيين مثلا يهضوا ينقبوا على الأنصار ويقولوتي حاجات مبهرة جدا أنا عايز أخدها أنا عندي منها كتير قوي يعني ما بنخافش منهم مش خايفين حتى المصريين كمان للأسف ما كانش تاريخهم في رغبة أو استعداد للحرب كبير للأسف إحنا كنا محروسين ومحميين بالحدود الطبيعية بتاعتنا فما عندناش خوف ما عندناش قلق ما عندناش إلا ما بنحبش أي حتة برا مصر ما عندناش توسع رغبة في التوسع الاستعماري إحنا عكس إنجلترا خالص لو عايز أتعرف في مصر كويس إدريسي زي إليخ إنجلترا هو زر الأبوسيت العكس هم عندناش حاجة خالص لما بدنوا يتوسعوا يحتلوا اللعلم ما كانش عندنهم أي حاجة ما فيش أكل ما فيش فلوس الجو زي الزفت الحياة وحشة جدا فخرجوا كل حتة بيروحوا ينبهروا فقالوا إيه دا دا الخروج والقرصنة دي تجيب لنا فلوس وكنوز كل حتة أحلى من إنجلترا بس هما طبعا لازم يكون في أروجنس فاحنا نروح نلم الكنوز دي نوديها إنجلترا هما بيعملوا كده طول الوقت بقالهم 500 سنة بيعملوا كده إحنا ما عندناش أي فتفوتت رغبة في الخروج ولا الصراع إحنا ناس مبسوطة وغنية والناس بتيجي تسرقنا بقالها 2000 سنة وإحنا مكملين عادي بقول لهم خدوا بقول لهم خدوا ما عنديش الخوف ده فيه كده كرم وسماحية بزيادة فأعتقد إن ده أثر علينا أو ده التسبب في التراجع اللي إحنا فيه بس فيه ناس بتقول لك يعني إحنا دايما سابقين بقالنا 10-1000 سنة بنجري في أول السباق دلوقتي السباق الحضاري فدلوقتي إحنا تأخرنا وكوعنا شوية وتعبنا حبة تعبنا لنا متين سنة يعني لا بس إحنا دايما في السباق ودايما في الأول يعني من ناحية الحضارة احنا عندنا كنوز حضارية اللي تنتهي وبعدين اللي حصل لنا في القرن العشرين مرعب يعني اللي هو أمريكا طبق على نفسنا هي والخليج مش عارفين نتنفس منهم اللي هو يعني غزو ثقافي ممول اللي هو واقتصادي واقتصادي إحنا يا جماعة مش محتاجين نكون في حاجة خالص مش عارفين لهم هنا يعني هم بيعملوا في بلدنا هنا الأمريكان استلموا من البريتس من الإنجليز من خمسين سنة استلموا بقى بعنف فضيع فإحنا معرضين لضغط ضغط ضغط طول الوقت وإحنا ما عندناش قوي رغبة في الحرب إحنا ناس طيبة جدا يعني ما فيش العنف ده جوه المصريين فأنا أعتقد أن السبب ترجعنا حاجة فينا زيادة مش حاجة فينا أقل يعني أريحية بزيادة رواءان بزيادة الثراء بزيادة فده خلنا ما نجريش في السباق too relaxed too relaxed ده رأي too relaxed وده الطبع المصري الأصير عشان إحنا أغرية مش عشان إحنا فقرة يعني مثلا لو إحنا الطبيعة بتاعتنا متسامحة جدا معنا الطبيعة في أوروبا لو حد أو في حتى في الصين لو ما عندوش جزمة في الشتاء ممكن يموت أنا لو في الشتاء أصف شب شب وعيش هبقى عايش كايس قوي هبقى عايش أحسن من ناس كتيرة في العالم أنت متخيلة؟ يعني أنا ما عنديش سراع بقاء ما عنديش بزرط ما عنديش بسموها aggressive nature ما عنديش طبيعة aggressive يعني عنيفة آآ عنيفة كله في اللذيذ كله لطيف فإحنا طبعينا أن إحنا كله لذيذ كله لطيف عندي جزمة عندي شب شب حيش كتير شمس طبعا أنت متخيلة يعني إيه لو ما عندكيش جزمة في أوروب تموتي جزمة فتلاقي أن الناس برضو المادية الشديدة دي لأن الطبيعة قاسية قوي والحرب عندهم أوروبا نشأت على الحرب الثقافة الأوروبية نشأت على الاحترال والحرب ده تاريخها تاريخ حروب ما فيهوش مذابح ما فيهوش حروب أهلية تاريخ كده أبيض جميل بالمقارنة بالتاريخ في أي دولة في العالم طبعا إحنا ما عرفش من الناس دي أنا شايفة دي إيمة عظيمة في مصر إن إحنا تاريخنا أبيض يعني أكيد برضو كان في حاجات بس بس ونانة قوي بالنسبة للمصايب لا تقهران حتى حتى أيام من عشر سين لما يقولك عندنا مسبحة اللي هم 2003 دول مسبحة عندنا حرب أهلية يا جماعة حرب أهلية بتبتدي من 30 ألف من 300 ألف من بتدي نقول حرب أهلية إحنا عندنا عنف أهلي ضيق النطاقة يعني حاجات سوى النانة كده عندك شوية يعني المصريين بيتهلعوا من أي عنف اللي هم مش تعنيين عليه خالص يعني ربما مات فيها 80 مليون واحد في القرن العشرين في سراعة داخلي إحنا ماذا دعا فهو المنطقة دي غنية احنا اغنى دولة بعد كده تيجي العرق بعد كده إيران دول غنية جدا بعد كده المغرب اليمن فالدول الغنية دي مرح روح قوي قلتي أنا أعرض ديكو ده كان مسروق من مصر اللي محي أي أكثر حيات غير أعرض ديكو يعني يشايف مسروق من مصر اللي محي يعني بسرعة كده يعني أكثر حاجات أنا نفسي أسمع عشان أنا ففي قائمة طويلة قوي أكثر حاجات يعني أفكار فلسفة فن تصميم أنا مش عايزة لا يعني يعني هحاول أصلي يعني نحن نتكلم إن في الدولة الوحيدة في العالم اللي في متحف بإسمها في كل عاصمة يعني كل عاصمة في العالم بتتباهى لو عندها المتحف المصري في بكين المتحف المصري في إيطاليا المتحف المصري ما فيش حاجة فقورادي الأصار والفنون متسرقة بس أنا أكتر حاجة زعلانة عليها في الحقيقة هي البرديات العلوم المكتوبة يعني دي أكتر حاجة دي بقى لما بيسرقوها بيخطبوها يعني مش بيوثقوها ويضيحوها لينا مش متاح فبرديات الطبية يعني المعمرية ها دي بالنسبة لي مهمة قوي الفنون ما زالت متاحة ممكن نبص عليها ونستوحي منها بسهولة أي حد يقدر يستوحي منها بسيارتي يكون فاهم القراية الرموز ما يستوحيش باللغبطة لأن في عاجة بتحصل عكة قوي وتضحك يعني اكتغدي شخص عادي تلبسي لبس يعني ممكن لازم يكون بيعرف يقرأ الفنون دي ازاي معنيها يعني فالأغلقو من أكبر الترندات اللي اتشارت في العالم وقالت بوضوح أن هي أصلها مصري وفي قرن العشرين عشان كده أنا أشارت له اللبس برضو ممكن نقول اتاخد يعني احنا عندنا سروات في التصميم واللبس في مصر كلها لغاية النهاردة مش بس في الرسومات لغاية النهاردة احنا برضو مش عارفين قيمتها فأنا مهتمة جدا بكل الحاجات المصرية التراثية لأنها أجمل وأغلى وأقيم وملهمة جدا ليه يعني وياردت تكون ملهمة لبقية المصريين أنا معراش هم بيجيبوا للهم منين لو ما جابوش في المصر القديمة يعني ما عنديش فكرة إزاي ممكن نستعمل الرموز دي في أن احنا نحسن حياتنا هو كبداية المحاولة الارتباط بالجماليات الفنية من خلال الفن أولا الفن أسهل حاجة ارتباط بالجماليات المصرية يعني لو الواحد يحاول يعني يشوف الحاجة المصرية الأصيلة بمعنى أنها مصرية بتاعتك أنت مية في المية محدش يقدر ياخدها منك تخصتك أنت بس كما أظهر وكما فهم يعني يعني أنا أنا بشوف أنك مثلا وردة اللوتس دي ليها ليها مليون معنى وحضرة جدا في كل الرسومات شكلها جميل جدا وممكن نتعمل بها ألف حاجة إحنا ليه بنهملها ونعمل modern art أو حاجات modern ما فيهاش أي فن فأنا رأيي أن الفن بداية كويسة والكلام اللي مكتوب عنهم أن احنا نقدر نميز شكلهم ونقرأ الكلام اللي مكتوب عنهم يعني مثلا نفرتاري كلمات أسامي الملوك هاتلي كلها منصوبة للأسماء اللي هي مثلا يعني نفرتاري نفر يعني جميل نفرتاري يعني أحلى وحدة فيهم جميلة جميلات دي معاني لطيفة مثلا جمال حورس الجميلة نسبة الحورس ميرات كلمة ميرات يعني المحبوبة اللي جاي منها امراتي لغاية دي امراتي يعني حبيبتي بالهروليفي فيا ريت بس الناس على قد ما تقدر تحاول تشوف الحاجات المصرية الحقيقية اللي ما حدش تاني شارك فيها غير تاعتنا خاصة بينا نفهمها أكتر وتبقى موجودة في حياتنا أكتر بدل ما نبقى متسولين ثقفين بعدين بقى نشحط من هنا ونشحط من هنا مش عارفين احنا مين لا يا خطورة ان احنا منبقاش عارفين احنا مين يعني هان نحس ان احنا قليلين جدا ومتسولين جدا وما فيش حاجة حلوة عندنا وكل حاجة برا انه ضعيف وهو مش ضعيف ما دين مصيبة لما انت تتخلي عن القيمة جوه نفسك بتحس انك ضعيفة ومهزومة قبل ما تخش حرب فطبعا عدائك يستغلوا انك ضعيفة ومهزومة وشايف ان انت يقولها هيلا وانهم أحسن منك ينفع تخشي في أي مفاوضات وانت حسس ان لقدامك أحسن منك وانت يقول هيلا ومش حسس انك ليكي حق ولا ليكي قيمة حتى يعني دي حاجة قاسية جدا ولأسف احنا بنعيشها دلوقتي اكتر من اي وقت سابق طيب ايه رأيك في الناس اللي بتقول انه احنا كمصريين دلوقتي ملناش اي علاقة خالص بالحضارة المصرية القديمة دي ودول كانوا ناس عادين هنا وكده وإحنا دلوقتي كمجتمع يعني ملناش علاقة بيهم خالص دول كانوا حاجة وإحنا حاجة ودول مش أجدادنا ولا حاجة وكده ودول كانوا فصيلة تانية يعني وإحنا ملناش علاقة بيهم خالص أنا ما عرفش مين اللي ممكن يقول حاجة زي كده أصلا أنا ضد الكلام ده تماما أنا ما عرفش مين اللي جاب الكلام ده منين يعني انت متأكدة ان احنا دول أجدادنا ايه متأكدة وديني تلت براهين خد اصبرو هون واحد وما شبهنا هو الشباب المصر اللي ممكن يقول حاجة زي كده حد يعني ما عرفش بقى الكلمة بالإنجليل مش عايز أقول حد جاهل تماما بالواقع يعني الحضارة المصرية دي معايشة جوانا يوميا احنا ملتكلم كلام هيروغليفي كتير يعني لو جيب كتاب واحد بس لو سستمي حرك شوفي كم كلمة هيروغليفي بتستخدميها في اليوم الدنيا دهورت في آخر عشرين وثلاثين سنة بعنف بس بس احنا ما فيش بديل غير ان احنا نرتبط بشخص يعني بحضارتنا وبتراسنا ده بقى البديل يعني انتي لو احنا مش ولاد التراس ده والحضارة ده هنبقى ولاد إيه هنبقى هنبقى تابع إيه يعني نمشي يعني نصنا بيلبس زي الأمريكان ونصنا بيلبس زي الخلايجة دي حاجة دي حاجة تكسف لان احنا يريد نلبس زي المصريين لازم نعرف مين هم المصريين عشان نلبس زيهم اللي هم احنا يعني احنا المصريين لا احنا اوروبيين ولا احنا خلايا احنا مصريين فياريت نفضل مصريين لان احنا هنبقى نسخة مشوهة من الامريكان بس المصري اللي بيقلد الامريكان لا هيبقى امريكا ولا هيبقى مصري هيبقى حاجة مشوهة اللي بيقلد الخلايا لا هيبقى سعودي ولا هيبقى مصري ياريت يفضل مصري حتى ما يبقىش مشوهة